السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ السنة الثانية متوسط ولا حتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ يسمين واليوم إن شاء الله رح نحلو اختبار الفصل الثالث والأخير في مدة العلوم الطبيعية والحياة يعني وش رح يطحنا إن شاء الله في اختبار الفصل الثالث يلا بدون إطالة كما نعودنا نبدأ ونقرأه نفهم وشنا نهضره ولا نفهم الأسئلة تعنا وينا ميدوره في أما درس ثم نبدأ الحل والتصحيح معه إذن الوضعية الأولى تقول لي إن العالم يزخر بأنواع كثيرة من الكائنات الحية لدرجة أن التعرف على جميع الحيوانات والنباتات الموجودة على سطح الأرض غير ممكن لذا يتطلب إدرجها في مجموعات كبيرة ومجموعات فرعية لتصنيفها وهذا من خلال معايير أساسية لذلك معانتها اللي هنا ويقول لي بلي الكائنات الحية سواء الحيوانات أو نباتات عندها معيار أني نصنفها معانتها كل واحد نحطه في مجموعة مناسبة له مفهوم؟ يلا المجموعة ألف كما لا نلاحظه فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة والمجموعة با فيها ستة سبعة ثمانية وتسعة مفهوم؟ يلا التعليمة ولا مطلبة منا؟ من خلال النص معانتها هذا اللي قرناها الآن والسندات ومعلوماتك السابقة أجب عما يلي صنف كائنات المجموعة ألف إلى مجموعتين مبينا للمعيار المعتمد معانتها المجموعة ألف صنفها إلى زوج معانتها أقسمها على زوج وقل لي على ش قسمتها على زوج مفهوم؟ وش خطرت في كل مجموعة؟ يلا المعيار المعتمد لهو نقوله وشنه هو؟ معانتها خلالي التصنيف تع المجموعتين ولا المجموعة ألف إلى مجموعتين فرعيتين وأقول لي ماذا؟ ثانيا نصنف كائنات المجموعة با كذلك إلى مجموعتين ومبينا للمعيار معانتها هذي تاني نقسمها إلى تنين ومبينا للمعيار المعيار معانتها لماذا قسمتهم هكذا هذي وشنه معانتها التفسير؟ ثالثا وضح سبب عدم تصنيف الحيوانات واحد وتنين للمجموعة ألف ضمن نفس النوع مفهوم؟ معانتها لاش واحد وتنين إذن المجموعة هذه والمجموعة هذه ما صنفناه ومش من نفس النوع لاش ما قلناش من نفس النوع؟ يلا اللي بعده بيين سبب تصنيف الحيوان تنين وتلاتة ضمن صنف ثديا عفون لهنا قال لي وضح عدم تصنيف الحيوان ألف عفون الحيوان واحد لي هو هذا مفهوم؟ و-الثاني وهذا معانتها الول والثاني علاش ما صنفناه ومش للمجموعة ألف ضمن نفس النوع؟ معانتها هذا عزاكم الله الحمار والحيصان علاش ما نقولونه ومش من نفس النوع؟ علاش هذا وحدو هذا وحدو مفهوم؟ والثانية بيين سبب تصنيف تنين وثلاتة ضمن الثديات معانتها علاش تنين وتلاتة يعتبرون من الثديات ونعافوا وشنو معانتها этаضية يلا ننتقل إلى التمرين الثاني اللي يقول لي تحافظ الكائنات الحية حيوانية كانت أو نباتية على بقاء نوعها حيث تبدي أنماط تكاثر تختلف باختلاف خصائص أوصات عيشها وهذا ما يسمح باحتلال هذه الأوساط وتعميرها إذن يلا نفس الشيء راني نهضر عنه عندي المجموعة ألف والمجموعة با المجموعة ألف فيها دب وقنفض بحر والمجموعة با فيها نبات البصل ونبات السرسخ التعليمات ماذا طريبا؟ أولا وضح الاستراتيجية المتبعة في التكاثر من طرف حيوانات لمجموعة ألف معتها المجموعة ألف ما هي الاستراتيجية المتبعة تمادرناها في الملخص إن شاء الله سنحط لكم في رابط الوصف معتها جميع دروس الفصل الثالثة سنحط لكم تلقاوه في الرابط الأول يلا بين أنماط تكاثر نباتات المجموعة با نحدد النواتج التكاثر في كل حالة معتها أنماط التكاثر تعليمات المجموعة با اللي هي نبات البصل والسرسخ ما هي أنماط تكاثرها؟ شفناها محدد النواتج معتها وماذا سينتج عن هذا التكاثر والسؤال الأخير يقول لي أذكر استراتيجيات غزو الأوساط الجديدة بالنسبة لكل من حيوان قنفض البحر ونبات البصل والسرسخ معتها أعطيني استراتيجية تعليمات غزو الأوساط لمنشكون قنفض البحر والبصل والسرسخ مفهوم؟ هذه بالنسبة للثمانين الثاني إذن يلا نبدأ الحل تاع الثمانينين يعني كل ثمانين عليها عاشرة إذن نبدأ بالمجموعتين الأولى والثانية في الثمانين الأول للمجموعة الأولى قال لي هي عبارة عن حيوانات والمجموعة با اللي هي عبارة عن نباتات يلا شوفوا كل سؤال ما هوش كما احنا قولوه ما هوش الليدر السوجة تعنا ولا الليدر الموضوع ما هوش جايح باش يعاود السؤال لهنا هو نفسه الإجابة لهنا هي نفسها لا لازم نفهم السؤال المليح وشنو معينتها صنف وشنو معينتها معيار وشنو معينتها لكي يكون في صنف الحيوانات إلى غير ذلك مفهوم؟ إذن يلا قال لي صنف كائنات المجموعة ألف يلا راني هنا راني في الحيوانات إلى مجموعتين مبينا المعيار المعتمد عليه إذن اللي هنا مادم شوفوا أعطوني أعطوني أشوفوا عبارة عن حيوانات كبيرة وأعطاني اللي أحجاموها صغيرة يلا نشوف اللي عندها كبيرة راني نشوف باللي وش بيها؟ حيوانات فقارية وحيوانات لا فقارية ولا فقارية ولا فقارية وشنو معينتها؟ معينتها عندها عمود فقاري مفهوم؟ معينتها كما الإنسان عنده عمود فقاري وبالنسبة لنفس الشي عندي الحمار الحصان وكذا الخفاش هادو في ثلاثة حيوانات فقارية معانتها تملك عمود فقاري اما الرخويات كما الحلزون كما الدودة هدي وشبهها لا تملك عمود فقاري معانتها تسمى رخويات او حيوانات لا فقارية مفهم هدية علش شفنا زدنا صنفنا المجموعة الى مجموعتين ثانويتين معانتها لازم تلميدي يشوف منيح يقول وشنه هو الاختلاف اللي نقدر نتجبده من المجموعتين يلا ما هو المعيار اللي اعتمدنا عليه وجود او غياب الهيكل العظمي او العمود الفقاري معانتها اللي عندها عمود فقاري اسمتها حيوانات فقارية اللي ما عندها اسمتها لا فقارية يلا التاني سؤالتاني صنف كائنات المجموعة الى مجموعتين معانتها نفس الشي المجموعة فيها مجموعتين ثانويتين ما هي وعلى ماذا اعتمد الى اذا النباتات معروفة عندي نباتات زهرية وعندي نباتات لا زهرية اذا النبات التاسع هو النبات الوحيد وشنه الزهري يلا هنشوفو هذا اذا الشجرة وشنه الموز اما ابنائي ستة سبعة ثمانية هي نباتات لا زهرية اذا ستة سبعة وثمانية هي نباتات لا زهرية الطحالب كما احنا نقول الفطر هذو كله هالا زهرية معتها ما تخرج ليش ازهر نفهم اذا ما هو المعيان الذي اعتمد عليه وجود او غياب الازهر سهلة جدا يلا السؤال التالي تقول يوضح سبب عدم تصنيف الحيوانين واحد واثنين من نفس النوع اذا لماذا الحمار والحيصان ليس من نفس النوع لحظوا هذا هو الاجابة الصحيحة معنتها ما نقدوش نخرجوه عن هذه الاجابة كيكونوا ليس من نفس النوع سبب عدم تصنيف الحيوانين واحد بين قوسين الحمار واثنين بين قوسين الحيصان لجموع ضمن نفس النوع لماذا لانه ذلك يرجع لانتاجهما افراد عقيمة عند تلاقحهما والمتمثلة في النغل او البغل كلاهما صحيح نقولولو النغل او بغل وهما فردان لا يضمانان استمرار النوع رغم التشابه الشكلي وقدرتهما على التلاقح مفهوم هذه يعلش الواحد واثنين ليس من نفس النوع معتهم مش كيف كيف هذا وحده وهذا حيوان وحده لو كان اصلا كانوا من نفس النوع اذا تكون عندهم نفس التسمية مفهوم هذه اول شيء اذا لكن في العلوم يكون التفسير التعنى ولا السبب هذا هو اذا نعود نقرأ السبب فهموا قال لي لانه الانتاج الافراد هادو عندما يكون عندي بويضة ملقحة من الحمار والحصان فان الانتاج تحم عند هذه البويضة عندما تكبر وتنتج لي فرد جديد فاللي قلنا نغل او بغل كلتا الاجابتين صحيحة تكون افراد عقيمة وشنو معنتها معنتها ما يضمنوش اني يستمر النوع لا يستمر نوعهما رغم التشبه تلقوا باللي البغل يتشابه في الشكل قليلا مع الحصان وكيما يمت كذلك للحمار لكن هذا لا يضمن النوع مفهوم معنتها الموراها هادك البغل ما يقدرش ينجب افراد تكون قدرة تحم مليها على التلاقح يعني الاحسن يكون كل واحد عنده النوع التاب يلا رابعا بين سبب تصنيف الحيوان الثنين وثلاثة ضمن الثاديات إذن لماذا يعتبر الحصان والخفاش من الثاديات نفس الشيء لازم هذا التفسير نفهمه ولا نحظه إذن صبب تصنيف الحيوانين الثنين اللي هو بيقص الحصان وثلاثة اللي هو الخفاش ضمن صنف الثاديات لكونهما يتميزا بخصائص هذا الصنف مع أنتها صنف الثاديات وشنه هو صنف الثاديات كلاهما يرضع صغاره ولود والدرجة حرارته ثابتة إذا نعود الثاديات وقتش نقوله على حيوان هذا ثادي إذا كان يرضع صغاره كما الحصان والخفاش ولود مع أنتها ما يجيبش بيض وإنما يلد ودرجة الحرارة الثابتة مع أنتها ما يغيرها كي تكون الحرارة كبيرة والدرجة البرودة إلى غير ذلك ننتقل إلى التمرين الثاني اللي قال مجموعة ألف نتفكروا فيها دب وقنفوط بحر المجموعة با فيها نبات البصل ونبات السرسخ إذا التعليم ما تقول لي رابعا واللا السؤال الأول في هذه الوضعية وضح الاستراتيجية المتبعة في التكاثر من طرف حيوانات المجموعة ألف مع أنتها الاستراتيجية تحتكاتل 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 دب وقنفوط البحر ما هي إذن يلا الاستراتيجية المتبعة من طرف الدب هي التكاثر بإنتاج عدد قليل من الأنسل مع أنتها الدب يجيب صغير أو ثانين أو ثلاثة ويعتني بها جيدا أو شو نقوله إنتاج عدد قليل من الأنسل والاعتناء بها أما المتبعة من طرف القنفض لا العكس هي التكاثر بإنتاج عدد كبير من الأنسل دفعة واحدة وعدم الاعتناء بها معدها كل واحد عنده الاستراتيجية تعه الدوب يقول لك ننتج أفراد قليلة ونعتني بها حتى يكبروا قنفض بحل لا يقول لك نجيب أفراد كثيرة جدا واللي عاش عاش واللي مات مات ما فهمت كل واحد عنده يعني العقلية تعه يلا بين أنماط تكاثر نباتات المجموعة بها محدد النواتج في كل حالة معتها النبات با وش عندي بصل ونبات سرسخ يلا كيفما دلناهم قلنا في الملخص إذن يتكاثر نبات البصل وفق نمطين تكاثر جنسي بواسطة البذور ويقدر يكون عنده تاني دير تكاثر لجنسي خضري بواسطة البوصيلات مفهم لكن هنا لاحظوا أنا أعطيت لكم الحالتين نمطين إذا لاحظتوا في الكراسة تاعتكم خدمتوا بنامط واحد خلونا نمط واحد لكن هذه هي الإجابة الأصح باللي البصل عنده زوج عنده جنسي ولا جنسي جنسي يقدر بواسطة البوذور أو لا جنسي بواسطة البوصيلات التاعه مفهم يلا هاي البوصيلات والبذور اللي يطح لي ميناء الأزهار يلا أما بالنسبة لنبات السرسخ فهو تكاثر جنسي بواسطة وشنو؟ الأبواغ مفهم؟ هذه معروفة جدا النبات السرسخ لازم نحفظه باللي بواسطة الأبواغ يلا أذكر استراتيجية غزو الأوساط الجديدة لكل من قنفض البحر نبات البصل والسرسخ استراتيجية الغزو قلنا نديره بزاف ولا شوية يلا استراتيجية غزو الأوساط الجديدة بالنسبة لحيوان القنفض هي بانتشار البويضات واليرقات معتها قلنا يتكاثر ولا يدير الأنسال كثيرة دفعة واحدة ولا يعتني بها معتها البعض منها يعيش ليصبح يرقات معتها يكبر أولا يولي بيوت ثم يرقات ويعيش إلى أن يصبح قنفض بحر يلا هذي بالنسبة لحيوان قنفض البحر يلا نشوفو البصل البصل قلنا يتم وفق استراتيجيتين انتشار البوذور وهي خفيفة بواسطة البوصيلات وهي سيقان ترابية نفهم هذي بواسطة قلنا البصل إذن يلا قلنا كيكون عندي بالبوذور فهو تكاثر جنسي وهو نسميه خفيف يلا بواسطة البوصيلات وهو لا جنسي ولا خضري وهو باستعماله شنو السيقان الترابية تغمر كثيرا في التربة وهذه الاستراتيجية تغزو الوسط بالنسبة للبصل أما استراتيجية الغزو بالنسبة لنبات السرسخ وشنو هي انتشار الأبواغ الخفيفة بالرياح مع انتها الأبواغ تاعي في نبات السرسخ مفهم مع انتها يلا هاو كيس بوغي كم احنا نقوله يتفكك يخرج هذو كل الأبواغ تاعي ولا تكون داخل الأبواغ فتأخذها الرياح وتنشرها في التربة وهكذا يتكافر وينتشر نبات السرسخ يعني هكذا يغزو الوسط تاعي مفهم كما يعني التلميذ لازم عليه أولا يروح يشاهدوا وشنو الملخص تاعنا اللي دناه في الفصل هذا قاعتك اللي قلنا إن شاء الله نحط لكم في رابط الوصف باش يقدر يحل هذا الاختبار يجيه السهل كثيرا مفهم ذني الله هذا بالنسبة لاختبار العلوم الطبيعية والحياة للفصل الثالث للسنة الثانية متوسط أي تلميذ ولا تلميذة عنده سؤال ولا إسف ساري خليه لي في التعليقات نجاوب عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم بالتوفيق إن شاء الله